موسيقى إن أفضل نعمة هي أصل النعم كلها التي لا يستشعر قدرها إلا من فقدها هو اسمه هي هو اسمه هي نعمة صحة مزيانة هي الصحة ما هي أم النعم ومصدر النعم كلها هل سعود لها سيدي الإسلام 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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة النعمة التامة ورضيت لكم الإسلام دينها هذه الآية حينما نزلت جمع الله عند نزولها شرف المكان والزمان والحال ولذلك فإن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب آية في كتاب الله في قرآنكم نزلت لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر أعرف الآية ما هي وأعرف متى نزلت نزلت يوم الجمعة تسعة ذي الحجة من شهر عاشرة للهجرة ونزلت فين؟ على جبل عرفة في حجة وداعي النبي يودع أمته على جبل عرفة ونزلت في أفضل حال والناس متلبسون بفريضة الإحرام وهم يلبون على جبل عرفة والحج عرفة وهو خير أيام الدنيا نحن نعرفها الله لا إله إلا الله فوالله الذي لا إله غيره لو أن أحدنا سجد على الجمر مذ خلقه الله يريد أن يؤدي لله شكره على هذه النعمة ما أدى لله شكرها شيء حاجة كبيرة سيء ولذلك فإن المسلم حينما يتحدث عن نعمة الإسلام لا يستشعر إلا وقلبه المفعم بشكر الله إلا وينساب على لسانه كلام الثناء والشكر على الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة هكذا يقول الناس إذا أعطاك المولى الإسلام فلا تحزنن على نعمة أخرى فاتتك فلم يفتك أي شيء ما دمت مسلما ولو حرمت الإسلام لو جمعت لك النعم كلها الصحة والعينين وبلا إسلام دابة تمشي على الأرض ما عسى يكون حال عبد إذا ماد صار حطبا لجهنم ما هذا مكان شو حالا أي نعمة يستلذها العبد ويعقوبها ألم دائم لا يستشعر تلك النعمة ولذلك فإن كثيرا من الأعاجم الذين هداهم الله للإسلام عن طريق القرآن وقادهم المولى سبحانه كما في علمه إلى عرف لتأدية الحج الأعظم فوجد نفسه واحدا من هذه الأمة وهو ينظر بعينيه إلى البشر جاءوا إلى ذاك المكان من كل حدب وصوم يختلفون في اللغة والألوان وأدرجوا في لباس كالكفا فتساووا في الدنيا وتوجهوا إلى رب واحد يلهجون باسمه كل بلغته فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات فينظر إلى هذا الدين العظيم كيف جعل قلوب العباد تهفو إلى تلك الأرض سرة الأرض قبلة المسلمين فإذا به ينظر إلى هذا المشهد العظيم فيلتفت إلى أحد المسلمين من العرب فيقول له ويحكم كل هذه النعمة عندكم ونحن نعيش التمزق النفسي والجوع الروحي أيّة حياة في الغرب صحراء قاحلة الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا الأنعام والنار وثول لهم كيف يكون حال من قطعت صلته برب إننا سنحاكمكم بين يدي ربنا حينما نلقاه لأنكم ما حفظتم أمانة الله لأن الله حمّلكم أمانة أن تبلغوا هذا الخير للخليقة كلها فإن أب الذي مات كافرا مات بسبب تقعوسكم وعدم تأديتكم أمانة الله التي طوق بها عناقاكم لتبلغها إلى الناس أنا سأحجكم يوم القيامة عند الله لم تأمر لم تنهى والمؤمن إذا ملئ قلبه إيمانا يحب الخير للناس ويحب إنقاذ الناس من الضلال ولكم في رسول الله الحبيب صلوا عليه إسوى فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول كأني أقف على شفير جهنم وأدفع حجز الناس عن النار حتى لا يصاقطوا فالنبي إن بابعث لإنقاذ الناس من شقاوة الضلالة في الدنيا ومن شقاوة جحيم الآخرة إذا لم يؤمن الناس فتراه يتحرق لهداية الناس حتى يعود حين لا يستجيب له مش صنادد قريش إلى بيته مكلوما حزينا يكاد قلبه يتفطر من عدم استجابة الناس لا فيقول الله لا لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين أتريد أن تقتل نفسك ما أمرت به أديت إن عليك إلا البلاق ثم إن هداية القلوب بيد الله أنت ليس عليك إلا أن تعلم أن تبين أن توضح أن تدعو إنك لا تهدي من أحبابت ولو كان عمك عمك أبو طالب الذي كان يدافع عن الإسلام ويقف سدا منيعا حتى لا ياصلك إذاء المشركين حينما نم على فراش الموت اقترب منه الحبيب صلوا على الحبيب ثم قال له يا عم قل لا إله إلا الله الإسلام يا أخي هذه النهمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة ولكن صناديد قريش اقتربوا من رأسه ليحولوا بين النبي وبين عمه وهم يقولون له إياك إياك أن تترك ملة أجدادك أثبت على ملة أجدادك فيسبر العينان في حبيبنا محمد صلص فيقول يا ابن أخي إني أعلم أنك على الحق وإني باستطاعة أن أقول ما أرضيك ولكن أخشى إن قلتها الآن أن يقول صناديد قريش قالها خوفا من الموت بل على ملة أجدادي بل على ملة أجدادي وما تكافرا ماذا تملك لعمك وهو حب الناس إليك وكان يدافع عن الدعوة لا تملك له شيئا إنما قمت بما أوجب الله عليك من البلاخ هذا الذي يجب علينا نحن تجاه أبنائنا وإخواننا وأزواجنا وجيراننا وهذا اللقاء الذي هو زواج يندرج بإذن الله تعالى في تذكير الناس بنعمة الإسلام فالزواج مناسبة جعلها خالد في فاز مناسبة لتذكير الناس بنعمة الإسلام خير النعم ومصدر النعم لا إله إلا الله هذه النعمة لهذا والعلاقة لهذا العلاقة الثانية القرآن يتحدث عن علاقات العلاقة الأولى هي علاقة تسمى عقد بينك وبين ربك يسمى الإسلام ومفتاحه لا إله إلا الله محمد رسول الله يا كسيد ياك فما هي العلاقة التي تربتك بربك في الإسلام وزميها العلاقة إن شاء الله كيف مربي العلاقة بينه وبينه صلة صلة العبدي بربي هذه صلة تخصيص أي لا تقطع صلتك بالله لكن العلاقة المذكورة بين العبد وربه قلوا ليه وغش لأن الصلاة هي زيد أفر تلك العلاقة صلاتك وصلاتك بالله هي ترجمة لتلك العلاقة بينك وبين ربك التي لا تفنها إذا كنت مسلما فإن لك علاقة خاصة بربك كسم والعلاقة علاقة حب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمانوا أشد حبا لله لا إله إلا الله الله أكبر الذين آمانوا أشد حبا لله لأن القلب لا ينبغي أبدا أن تدخل إليه غير الله فإن خليل الرحمن إبراهيم سماه الله الخليل فرزقه الولد على كبر السن فأراد أن يجعل قدوتنا إبراهيم مثالا لكل الناس فقال له أخرج بولدك وزوجتك من العراق إلى أرض غير ذي زرع وطارك الزوجة الشابة والولد إسماعيل وعاد من حيث أتى ليعلن للعالمين أن قلب العبد لا ينبغي أن يزاحم في حبه لله أحد وَلَوْ كَانَ الْوَلَدَ الَّذِي أَتَى عَلَى حَرِّ شْتِيَاقٍ بَعْدَ كِبَرِ السِّنِّ الله هو الأول الله هو الأول إذا اصطدم حب الله وحب الأولاد تمشي عندهم حب الله إلى ربي سبحانه على الزوج اللي قال لك إن شاء الله لبحر حرام تمشي أنت أولادك عورات والأمرأة تقول لك لقع النازرة ما أجدك نمشي فأطعت المرأة في معصية الله ذاك دليل على أن قلبك مال للمرأة وطارك الله الذي خلقه أنت تسمع الآذان ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت في متجرك وقد فتحت الباب وظللت تبيعه وتشتريه ولم تنتصر على نفسك لأن الذي يرزقك هو الله ثم تكاسلت وتباطأت في الذهاب لاستجابة للمولى لتقف في بيته ضيفاً مناجياً لا هذا هكذا هكذا فهي علاقة حب هي الوحيدة قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله الله 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 فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا كان أزواجكم وأولادكم وعشيرتكم وجيرانكم وأحبابكم وأموالكم وتجارتكم أحب إليكم من الله الذي خلقكم وإليه المعاد تربصوا انتظروا الله لا يهدي من جعلان نداً أحب إليه من الله لا يهديه فهو فاسق فاسق خرج على طريق الطاعة إذا أحببت ندك حبك لله فقد خرجت عن طريق الطاعة إلى طاعة المخلوق سركت طريقاً آخر يقول العلاقة اللي ولزمها علاقة حب مع الله والعلاقة الثانية اللي يعلن نفسه في النار درسوه هي الوقت يقول الصيلة الصيلة ما من الصيلة أصلاف يذكرنا بحبك يكون أحب الله تعالى وارك دائما تصل به مشغف الصلاة لأن القلب الذي يحب الله لا ينسى الله أبداً قد تكون اللي يحب الله سيطيعه أبداً ولا يعصه أبداً فلا أن يقذف في النار أهون إليه من أن يعصي يا ربه يعني أحب الله يرميه في النار كما سيدنا إبراهيم رميه في النار يا وجاء جبريل في اسمه قال له من الدر في المنجنيق وأشعل نيراناً تحرق الطيور من بعيد فجاءه جبريل فقال له أربك يقرئك السلام ويقول لك يا خليلي يا إبراهيم سلماشد إذا أردت أن أطفئ النار أطفأتها وإذا أردت قال له من تكون أنت من؟ قال جبريل قال لا لا أعطني الصفة أنت عليك قال له عبد من عباد الله قال له يا نويك يا كيف كيف عاشق يقول لي انتأتي بالشيء ترميه يا ذي الله بحرنا قال له إذا سأل الله إذا لم تسألني أنا لكي أقلب الأرض بجناح وأهلكهم جميعاً هو أسأل الله قال له علمه بحالي يكفي عن سؤالي الله يعلم حسبي الله هو نعم الوكيل فقضى أربعين يوماً في النار حين سئل إبراهيم أي أفضل أيامك عشتها على وجه البسيطة قال الأيام الأربعين التي قضيتها في النار قال الله كوني برداً وسلاماً على إبراهيم لقد رأي حب الله يمشي يدخل في النار وما يعصي خليني نظرك هذه اللولاء كلام فيها طويل لأنا غير جبتها في اللواء العلقة الثانية واسموية ألاحباً محبة الرسول هي فيها هذه محبة الرسول مع صدر ربي اسمحانه وزوجه حب الله وحب الرسول قل نكون حب إليكم من الله ورسول لأننا حب الله وحب رسول الله لأن الله لما خلقك جعل سبب خلقك والديك فلو شاء الله أن يخلقك بكون لكنت لكن اقتضت حكمته وسنته أن يخلقك عن طريق التزاوج بين أبيك الذي لم تختره وأمك التي لم تخترها الله ولذلك فإن الله تعالى سمى علاقتك مع والدك كيفاش العلاقة معك ومع ربي اسمها حب والعلاقة اللي بينك وبين والدك اسمها البر الله حب مع الله مع الوالدين البر الإحسان الله أكبر سبحان الله أنشكر لي ولوالديك مباشرة فمن شكر الله وجحد الوالدين رد الله عليه شكره له فلا يقبل الله أبدا طاعتك له ومعصية والدين أبدا أبدا سمعوني سمعوني ياللي غادي تزوجه هالبي لي يتجيززواج هالبي للول مع الله هالبي للدوزيان الوالدين الله 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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ مُبَاشَرَةً زيد وَا للتعقيم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا زيد يا الله فلا تقل لهم أوفّن يا الله مجرد التأفّف يعتبر من العقوق فمن باب أولى عليك أن لا يصدر منك ما هو أكثر من التأفّف من باب أولى لا تقل لهما أوفّن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ رحمهما كما ربياني صغيرة والدين فمن أطاع الله نتيجة حبه لله لا يمكن أبدا أن يكون عاقا بوالديه ولو كان مشركين وما قلت ولو كان مشركين الله أكبر يا ربّ يا ربّ يا ربّ يا ربّ لأن الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا تطعط لمخلوق فيما إذا أدعاك والداك لمعصية ربك لا تطعهما لكن قرر الله وصاحبهما في الدنيا معروف حتى ووالدك مشركان يأمرانك بالمعصية هذا لا ينبغي أن يغمط حقهما من برهما وحسن التعامل معهما وحسن مصاحبتهما هذه العلاقة الثانية العظيمة تخيل هذا يحب الله ويبارر بالوالدين كي يكون عند ربي من أكبر أولياء الله من أكبر أولياء الله جاء رجل إلى الحبيب صلوا على الحبيب قال له يا رسول الله أستأذنك في الخروج معك للجهاد في سبيل الله أضع روحي في كفي في صفقة أعقدها مع ربي لكي أبيعها لك دفاعا عن دينك قال له النبي صلى الله عليه وسلم مزيانة سيدي ألك والدان ألك والدان قال له نعم قال كيف تركتهما حينما جئت إلي قال تركتهما يبكيان ما سخافش بولده قال فعد إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد سيدي وحبيبي رسول الله سيدي وحبيبي رسول الله فداه أبي وأمي ونفسي الله 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 يقول له ورجع عنده لديه كان سمع السيد مني يدخلوا سمع السيد مني يسقسي السؤال اللي أعطيه له يقول له كده للوالدة طال الله الوالدة كده للوالدة أنا كان شوف قال اللي يدخلو كيس للموال السيد يقول له كده للوالدة طال الله الوالدة فلاحظت ذلك ما أعظم هذه العوائل وما أعظم هذا الحي وما أبركه إذا كان الإنسان يسأل الرجل عن علاقته مع أمه فقد سئل الحبيب صلوا عليه يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم أيه قال أمك قال ثم أيه قال أمك قال ثم أيه قال أبوك وفي الصحيحين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود سئل النبي أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها قال ثم أيه قال بر الوالدين قال ثم أيه قال الجهاد في سبيل الله خالد عريسنا اليوم مات أبوه رحمه الله وعنده والدة والدة يريد أن يدخل السرور عليها فهي تريد أن تراه متزوجاً له أولاد وهي تتحصر وراضي بقضاء الله أن الله أخذ الوالد ويتمنى العبد لو كان الوالد هو الآخر حياً لكي يشهد هذا الخير ولذلك نحن نبعث للوالد من هذه الطاعة المباركة نبعث إليه الدعوات المباركات من هذا الجمع ليرفع الله درجته فعليين مع النبيين والصدقين الله هذه العلاقة الثانية هي البر والعلاقة الثالثة واسموه مع رب الحب ومع الوالدين البر والعلاقة الثالثة واسموه هي واسموه هي وزيته هي اللي راحنا عايشه واسموه هي الزواج يا صاحبي الله يعني الزواج الزواج اللي راحنا فيه الزواج هرح ننكمل اليوم العلاقة الثالثة الإنسان يكون محباً لله باراً بوالديه لكن يكبر سيموت الوالد تموت الوالدة واقتضت سنة الله أن يستمر النسل ولا يستمر النسل في ديننا الإسلام الذي نحبه إلا عن طريق هذه الحفلة التي هي الزواج التي يقيمها وفق ما يحب الله ويدخل على الوالد الرحمة ويرضي الوالدة لا معصية لا اختلاط لا خمرة لا استكبار إنها الطاعة في أجل صورها إنه تجزيد لحب الله وبر الوالدين فنحن نقيم عرشاً بما يرضي ربنا أي تأكيداً للعلاقة الأولى وبما يدخل على الوالدين الرحمة أي تجزيداً للعلاقة الثانية فالعلاقة الثالثة إنما نقيمها لتقوية علاقتنا الأولى بالله ولتقوية علاقتنا الثانية مع والدين وأي زواج يتزوجه الفتاة أو الفتاة يفسد العلاقة الأولى أو يفسد العلاقة الثانية يقول لقد بدأت بناء بيتك على الفراخ أفمن استس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من استس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في جهن أنت تؤسس الآن على من على حب الله وطاعته وعلى رد الجميل للوالدين فأنت ترضي الله بالزواج وترضي الوالدين بالزواج فأنت تقوب بأفضل الأعمال عند الله هاي أنا بدأت علاقة هذه ما لا علاقة مع الله تعالى بيش كليمات الصافي إن شاء الله تعالى حينما يتزوج الشاب يختار من من التي يختار زي شكو كده يا هاي رحمة التي يزيد هاي علاقتها مع الله زي قوية لأنك إذا تزوجت ذات الدين فأنت تؤسس بنيانا يزيد صلتك بربك ويزيد صلتك تحسينا مع والديك الله الله والفتاة المؤمنة تتزوج بالولد الصالح إذا جاءكم من ترضون دينه واخل فزوجوه لأن هذا الزواج يحقق مقصد الله من تقوية صلتنا بربنا ويحقق مقصدنا من تقوية صلتنا مع والدينا آه الله كيكون الدين نجتمع على الدين صافي وكان هذا المرأ عشي من دين لدينا اللي ادى السيخالي إن شاء الله وللعايلة بشي يقول لي مجيد الله آه الله عالقا السناء يعني ونوصى الله ونقع الله ونقع الله ونقع الله ونقع الله بزيف دا سورة ومرا ميعرفه عشي خسني جكله ونقع كده وجيل كورتيش ونقع الله وروح لهيه والصور لهيه وتعرى لهيه ودر بزيف بزاف بزاف في النهار اللي وليت هدمنك سلتك بالله تعيها ما تصبر يوه هذي معلي حش يوه احت هذي معلي حش يوه احت هذي معلي حش وفتلي فين تصبح فين تصبح فين تصبح تصبح في ليلة أسخط ربك ما بنيته في ثلاثين عاما وانت تتقي ربك يأتي يوم واحد هو يوم عرسك كما نرى في كثير من الأحيان ويا أسفا إن القلب ليحزن والعين لتدمع من رؤية تلك الحفة يكثر فيها المجون كم يرقص الرجال مع النساء وتعزف الموسيقى حتى لصلاة الصبح المؤذن يؤذن ومكبرات الصوت تخرج منها كلمات عافنة عافنة يستحي الإنسان أن يذكرها في نفسه فكيف وهو يعلنها للمسلمين ومع مع الآباء يا الله يا الله يا الله إذن فالزواج جديد يقوي الصلاة بالله علاش تديم الدينة والديم الدين مجتمعين على الدين مجتمعين على الدين إذن تقوي الصلاة مع سيدة ربي سبحانه وتزوجه لا إله إلا الله وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيقولها واضحة لقي أحد الشباني فقال متزوج أنت قال نعم اسمعوا ماذا رد عليه الحبيب صلوا عليه قال لقد أديت شطر الدين فاتقل لها في الشطر الآخر تراك درت النص تعدين في الزواج تراك نص تعدين درته اجتهد النغيف النص لأخر اللي ماشي مزوج را ما عنده شي يتشطر نص يتعافل ويجيب واحد ولا زوج على عشرة اللي يتزوج كي يتزوج هاي عندك خمسة ولا كي شي حاجة خلال هاي قد تطلع فوق المعدل معناها قال لي ماشي مزوجين حتماً ما عنده مش المعدل لأنه قال له هذا الشطر الدين ويعجبني سيد قطب في كتابه في الظلال وهو يفسر آيات صورة النساء فيقول معلقاً وأنا أقرأ الآيات التي تناولت موضوع الأسرة والزواج وأقرأ حديث النبي الذي يعلق على الشاب المتزوج ويقول لا إنك قد أديت شطر الدين أكاد وأنا أستظل بظلال آيات كتاب الله أن أقول إن الزواج هو الدين ويقول له هو الدين كامل شون يصل العلماء الله هذه العلاقة مع ربي تزيد إن شاء الله تزيد هذا الزواج هم الظهر أبداً لا أفتر وقال رجل آخر وأنا لا أتزوج النساء لأننا لتزوج ما غادش نقتدي بالنبي لأن النبي ربي يكرمو وعلم قامو وغفر الله له ما تقدم من ذنبي وإحنا كنت نوصل هذا شيء لا نصل إلا بالاجتهاد هذا يصلي وما يرقج هذا يصوم وما يفترش هذا ما يتزوج قالوا عليه الصلاة والسلام وقد صاعد على المنبر لتصحيح هذا الانحراف العقدي الفكري فصاعد على المنبر وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا أما إني أتقاكم لله أخشاكم لا إلا أنني أصوم وأفطر وأقوم الليلة وأرقل وأتزوج النساء وستمعوا ما اسمك أفتني ومن راغب عن سنتي فليس مني ما بغش تزوج إذا زوج ما اسمه هو يؤكد العلاقة الأولى مع الله قلسي ويؤكد العلاقة الثانية مع الوالدين إلا أنت تدي المرأة وتقول لك عندك أمك والله معك ما نسكن واللاججة تقول لك مثلا غادي نسكن مع الوالد غيا فوق رأسي غيا تقلس ربع أيام خمس أيام تقول لهم أمك أسيدي وش حال تهضر أوو حال تطع الله باب 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 وتقع عليه الثانية الثانية اربعة على الشهار كذا تغلو صافي لأن نحدث لوسادة وعلا هل المرأة صالحة أو لماذا صالحة آه يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي ولذلك المرأة التي قويت صلتها بربها إذا تزوجها الشاب القوي صلى بالله فإنهما زيد يبراني هو يبر الوالدة دياله والوالد دياله هو اسمه الدين هي ترضي الزوجة في الإحسان إلى أمه وهو يرضي الزوجة بالإحسان إلى والديها فكأن والديها هم والدي وكأن والدة هي والدتها فلا يفرق الزوج بين والديه وبين أصخاره ولا تفرق هي بين والديها وبين شيخة وججدة الله أعرف امرأة في مدينة وجدة تدرس للأطفال القرآن زوجها عده والدة طاعنة في السن زيد ومعذورة ماما معذورة مشلولة 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 تركب على كرسي وتقضي حاجتها في مكانها وتحتاج لمن يخدمها فخدمتها الزوجة أكثر من سبع سنين ما قالت مر أث وحينما في بعض الحالات يشطاط الولد غضبا يقول أم على ش تديرينا هكذا أم على ش تديرينا هكذا هو هو زيما يقول أم هذا فتقول زوجة ألا تتقل لها في أمك ألا تعرف أن هذه أمك سبعدني أنا من أقوم بها إذا كنت لا تستطع رؤية أمك في هذه الحالة ولم تستطع أن تصبر على صراخها بالألم الذي يعتريها دعني أنا لا أنام أقوم بها في الليل وأنظفها وأطحرها مرى مرى هذه فزمة إذا كشفت رسول الله مرارة حتى ماتت ماتت شل سكيدة يلال المرأة يقول لك يلال يقول لك إن شاء الله تعالى أنا نقبال أمك 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 تعيش مع الشهرين أو لا تقول أمك رأى ما عند عقل أغسنا تدبر عليها وإذا تغضب عند أمها واسم أمك 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 إلا بوية تقول لي عندي شرط واحد عرفناه واسم هو دير لي وحدي ولاش ما قلت أشف اللول أم إنت لا في اللول بغيت غير زوج بغيت ماشي ماشي مزي هكذا ماشي مزي هكذا عارف فإلا هذ الوالدة ولا هذ الوالدة هكذا عارف بس كيف اللي كبار صبر معهم صبر معهم قلناه من اللول بعد ابن الوالدة بجرس حاليا إذن فهذا الزواج يرسخ العلاقة الثانية مع الوالدين يخدموهم ويبروهم كيمة الوالدين ديال كيمة الوالدين يزوروا الوالدين ديال يكرم نساب بش تران الزوج محتوى صبارك الله يبرو والديها كما تبرو هي والدي يا إلهة إلا الله رحمة الله شو الزواج كيدا هذا الجنة إذن عندك صلة مع الله قوية وبرو بالوالدين زين ومع الزوجات ديالك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه حالة أنت ماشي ولي الله أنت ولي الأولية ولي الأولية خيركم خيركم لأهله والمرأة إذا رضي عنها الزوج فتحت لها أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة قيل لها دخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي فقد قال الحبيب صلوا عليه المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وعطاعت زوجها في طاعة الله فتحت لها يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية وقيل لها دخلي من أي أبواب الجنة الثمانية تشئتي الله هذه رسالة للنساء هذه ثلاثة هاك ولكن كيسميه العلاقة أنت الزوج مع زوجها ما العلاقة مع الله علقة حب والعلاقة مع الوالدين بر وإحسان والعلاقة أنت الزوج وزوجها كيسميها كيسمها القرآن أرحم المودة والرحمة أحسنت المودة والرحمة زيد وتفرز واسمه تعطي السكينة السكينة في النفس والسكينة في البيت بيت فيه سكينة نصغال ونفس مطمئن يخرج هو واسمه ما يشك شقع في زوجته زي يأمنها على ماله وعلى نفسه وهي كي تخرج مطمئن على الزوج قالها لا تسيء به الظن إطلاقا إطلاقا لأنه عارف بإلا هو مع رب مليح وهو عارف اللي هي مع رب مليح وعارف بإلا هي مع والدي أمليح وعارف أي مع والدي أمليح واسم اللي داني هكذا غدي غدي خرجو الطريق أبدا أبدا هذه العلاقة الثالثة زيدوا العلاق الرابع أظروك يلا زي العلاق الرابع وزيدوا هاي منه غدي زوجه وولده ها فإذا بهذه الزوجين تتطور العلاقة فإذا ببطن الزوجة ينتفخ وإذا بها رسالة من رب العزة إلى الزوجين أن الله نقلكما من زوجين إلى أباوين فالآن تتقمصون نفس الأدوار التي تقمصها أباؤكم من قبل يا الله وليت أنت ماذاك واسمه مش غي أزواج أباين وممين الأمو ماتو والأبوة الله 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 زلتوا دهارة جاخراء مبقتواش غي مزيانين مع الله ومزيانين معي والدين وبنتكم المادة والرحمة لا زلتكم ربقراد وليت انت والد وليت هي والدة وليت انت أب وليت هي أم ويا ربي 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 وهو ثمرات الزواج أن ينقلك الله من مجرد زوج إلى والد إلى والدة يرفع لك زتب يرقيك يوالدي فتضطر لكي تقتل الجنين أو تلده لكي تهبه لمن تشاء أو تجعله عياذا بالله في حاضنة لا تدري نوع الحاضنة أمسلمة أي غير مسلمة بل يباع الأطفال في أسواق النخاسة بل يوجدون في المستشفيات بل يوجدون في بعض الجمعيات التنصيرية فتقول الجرائم كداش؟ من جرائي هذا الفساد العارب يبينهم مين طلعت في القراب يورا كلية موربّة وهي موربّة لمن؟ لوليداتك قوى أنفسكم وأهليكم نار ربي البنية على الشرع ربي البنية اللي هي مرأة مؤمنة باش تزوجك ما تزوجت انت أربي الولد عن الشرع باش يزوجك ما تزوج انتك يتموت تخلي ولك يزوج ويجيب ولدات ويبقوا يدعوه معاك وتخلي بنتك مؤمنات تزوج هالواح المؤمن وتموت وتخلي أولادك من بنتك مؤمنين يدعوه معاك فأنت تموت وتترك أثرا من بعدك صالحة كأن علاقتك بالله لم تنتهي بموتك وإنما انتقلت إلى ذريتك من أبنائك وبناتك فهن صالحات وهم صالحون وإذا بهم في كل ركعة إذا رفعوا الأياد إلى الباري أول دعاء يدعونه بعد الدعاء لأنفسهم ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي مباشرة والله يا خطينا والله يا أحبابي ما كناش عارفين تلقى ولا ما تلقى والله يا سيدي إلى اللي يقول لي يرحم والديك إلى عندي خير من الدنيا بث خلقها الله وإلى يوم القيام وهلموا من باللسان ديالي وقول لك بقلبه الله يرحم لك الوالدين قولوا أنا الواشكوين يا الله 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 شوف أسين شوف هذا عمر بالنسبة للوالدين هذا عمر كنتمشي هذه الدعوة في الجوب وعاها كلا تطير يا والدين الله أكبر الله أكبر وهكي زاد لك الكرارات ماذا يبعثوك؟ إماما لمن؟ للمؤمنين من بعدك ولادك 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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُمْ وَاجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا بقينا من أبنائك تصليب في الدار من هنا يفوت عليك الصلاة على الجماعة ولا تصليب ولداتك في الدار ولا تصليبهم النافلة في الدار تصليب ولداتك وبناتك يتوضعوا وجود وتبقى تصليبهم الله 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 فأنت إمام انت مبقيتش غيبين ذلك وبمين كنت غيزة وليت ببين ومين ومن بعد وليت إمام وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أنت موقن بآيات الله وأنت تصبر على تربية أبنائك فأنت إمام في الدين حسابك الإمام حتى يمشي إن شاء الله يكون الإمام قاعد يلعب الله هذه إمامة كبرى هذه إمامة كبرى ولاش ما تكون حتى أنت إمام قاعد كبير ما تكون غي إمام دي الأولادك فما يجي الترقة فاش فقاش ترقة إذا جمعت إلى جانب الأولاد وتربيتهم جمعت إلى ذلك واسمه زين الدعوة إلى الله فكنت أنت وزوجتك لا تقتصر في تربية أبنائك ولكنك تدعو الناس تنصح الناس تأمر بالمعروف الدين الخير في الناس فتزيد قراءة أخر فأنت لست فقط إماما لأبنائك ولكنك إمام للمسلمين للمسلمين فأنت كالغيث هذه إن شاء الله كلمتي في عرس السيد خالد بمدينة فاس علاقات علاقات تنبني عليها الأسرة العلاقة الأولى حب الله العلاقة الثانية بر الأبوين عليهم تأسس العلاقة أنت على المودة والرحمن مع زوجتك ومنها تنتقل لكي تكون أبا وأما ومنها تترقى لكي تكون إماما لأبنائك بحسن تربيتهم ومنها تترقى لكي تكون إماما للناس حينما تدعو إلى الله من خلال الزواج أسرتك أنت تدعي الرجال مرتك يجيوا عندها النساء يقويها الظروف الناس تقولهم لا تتقوا الله يا نساء تأكلوا الحمد يا الناس هيا يدعي الله تعالى هيا يدعي الله تعالى هيا يدعي الله تعالى يجي عندها واحد للمرأة تقول له ألم يجد يا الشيطان ساعيا للبريد لتفريقي رسائل التفريقة إلا ما تتقيش الله تقول لي داعية ترد المنكر أولادك يا ربيتهم يقول لي حتى وما يدعيوا معكم يا سبحان الله فتزداد وترقية فلست أنت الداعية حتى أولادك ما يبقاش يصالحين يتعلموا منك دعوة ويصبحونهم آخرون دعاة إلى الله ما حال من قرات ألوخش؟ حب الله قرات من أساس بر الوالدين قرات المودة والرحمة بين الزوجين قرات الأبوة والأمومة بعد أن ترزق الولد قرات التربية اللي ولدات والبنيات مش تربيش ناس مستلمين قرات الدعوة إلى الله تعالى أنتوما الأسر الأخرين قرات أولادك يوليوا حتى هما يدعيوا في حياتك وبعد مما قرات وعدي 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 ما حال من قرات هذا؟ ما حال؟ ما حال؟ ما حال حسبان صلى الله بحسبان أول ما الله واحد مع الوالدين زوج مع الزوجات ثلاثة الأبوة والأمومة يعطيك ربعة التربية خمسة هاي خمسة الإمامة من تدعي ستة أولادك يدعيوا سبعة جهنم وش حال عندها من باب؟ مش حال عندها من باب؟ جهنم وش حال لا ها سبعة أبواب يعني لا كنت ودرت هات سبعة فقد أغلقتم أبواب النيران كلها بها بهذه الطاعات السبعة والثمنة واسموية هي واسموية هي أبواب الجنة فقد أغلقت أبواب النيران السبعة بهذه العلاقات السبعة فهيأت نفسك لكي تدخل إلى الجنة من أبوابها الثمانية صلوا على الحبيب الله يبارك الاستخالين واصلوا الله على الحبيب سمحونا الواقش